الأسرة والمجتمع الأسرة لبنة المجتمع وجودها من وجوده ونماؤها من نموه الحفاظ عليها واجب وطني ومجتمعي برنامج الأسرة والمجتمع يلامس واقع الأسرة والمجتمع اعداد وتقديم الدكتورة فن العرينية بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا فيكم معنا وحلقة جديدة إن شاء الله وبرنامجكم برنامج الأسرة والمجتمع أخواني وأخواتي حلقة اليوم إن شاء الله من البرنامج برنامج الأسرة والمجتمع سنناقش المشورة ما قبل الزواج طبعا الكل قد يستفسر لماذا اليوم هذا الموضوع بالذات يعني سبحان الله أتمنى أنه بنهايتها يوضح لماذا أو إجابة سؤال لماذا نناقش موضوع المشورة ما قبل الزواج طبعا ما شاء الله الأيام والأسابيع حافلة ما شاء الله بالأفراح والمسرات والزواج إن شاء الله وإقامة الأسر وغيرها لكن الاعتماد الأساسي إن شاء الله أهمه قائم على خلو الأسر التي ستتكون إن شاء الله بعد هذا الزواج من الأمراض وخاصة الأمراض الوراثية هذه تطعم بإذن الله بفحوصات يحبذ إجراؤها قبل القيام بمثلا الزواج من أجل الإتمئنان والتأكد من خلو المتزوجين أو الشخصين من أي مراضة لا قدر الله قد تكون كامنة أو من عوامل وراثية قد تنقل سبحان الله وتتأكد أكثر عند سبحان الله الوراثة والتزاوج مثل ما ذكرت أخواني وأخواتي المستمعين إن شاء الله هذه الساعة من حلقتكم حلقة الأسرة والمجتمع سنناقش موضوع المشورة ما قبل الزواج ضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي اختصاصي جينات مركز الأمراض الوراثية سنتناقش معه وهذا الموضوع ماذا يقصد بالمشورة هل هناك فئات معينة من المجتمع التي يحبذ أن تقوم بموضوع المشورة أم أن الخدمة يعني يحبذ أن الجميع ينتفع فيها ما هي وجه الإفادة والاستفادة في حالة أننا قمنا بعملية المشورة ما قبل الزواج مشورة بمعنى استشرنا مختص في هذا الجانب وهو قام بأداء واجبه من ناحية الفحوصات وغيرها طيب هل سيكون لها انعكاسات على الأسرة من ناحية الاجتماعية الصحية النفسية الاقتصادية وبعدها انعكاس على المجتمع ما هي الدروس مثلا التي أخذت وعبر من الحالات التي لم تقم بإجراء مشورة ما قبل الزواج مقارنة بدروس وعبر أخذت للحالات التي تم تطبيق المشورة ما قبل الزواج عليها أو الوضع الحالي مقارنة بالوضع الدولي أو حتى الإقليمي أو الخليجي في هذا الموضوع أخواني واخواتي أهلا وسهلا أخوي الكريم دكتور مسلم وماشاء الله عهدنا منك ما شاء الله القوة وال يعني الكفاءة أنك تدلو في هذه المواضيع حياك الله حياك الله دكتور أحب مسي عليك ومسي على سادة المستمعين وأشكرك على اختيار هذا الموضوع الحيوي والمهم حقيقة لانعكاس فايت لأفراد المجتمع مثل ما أسلفت قبل شوي أهميته خصوصا نحن في فترة حالية الحين اللي هي كثرة الزواج وبالتالي لابد من البحث عن موضوع يجعل مخرجات هذا الزواج إن شاء الله تكون عائلة وسليمة بإذن الله منتجة وليست عالى على المجتمع بارك الله فيك أخي الكريم أخواني وأخواتي طبعا مشاركتكم تثري البرنامج البرنامج مباشر إن شاء الله يمكنكم التواصل معي وزميلي الدكتور مسلم عن طريق أرقام البرنامج 24640233 أو 24640234 وحياكم الله معنا حياكم الله أخواني وأخواتي وأعود وأكرر أرقام البرنامج 24640233 و24640234 وحياكم الله معنا والمشورة ما قبل الزواج أخويا الكريم كيف الحال الحمد لله الله سلمك نتكلم بإذن الله عن المشورة ماذا يقصد بالمشورة المعنى العام للمشورة نعم حقيقة المشورة في عندنا مصطلحين هنا متداخلين في بعض في المشورة الوراثية والمشورة الوراثية قبل الزواج المشورة الوراثية قبل الزواج هي ببساطة قيام الخاطبين بإقراء فحوصات مخبرية محددة لأمراض معينة معروفة أنها تنتقل نتيجة لهذا الزواج في غالب الأحيان في غالب الأحيان طبعاً المشورة الوراثية قبل الزواج تركز على الأمراض التي نسميها الأمراض المتنحية أي أن يكون الزوج والزوجة أو الخاطب والخطيبة يحملون جينات مرضية ولذا لا تضع عليهم الأعراض بل ممكن يورثوها لأجيالهم لو تم هذا الزواج هذا بالنسبة للمتنحية لكن في أمراض كذلك ساعدة يعني في أمراض ساعدة قد يكون أحد الزوجين أحد الخاطب والخطيبة يحملوها ولكن نسبة البيترينس أو ظهور الأعراض أقل وبالتالي ممكن يورثها لنصف أو بنسبة 50% اللي أعد من أولاده فالقيام بفحوصات محددة تعتمد على البرامج المطبقة في أي دولة طبعاً على تحديد الأمراض الشائعة ومن ثم توفير الفحوصات الممكنة للمقبرية على الزواج من أجل الحد من ولاد الطفل مصاب بأحد الأمراض المراثية اللي ممكن نحن نحد منها ونمنعها لو قمنا بهذا الشيء لكن لو توسعنا شوي المشورة الوراثية بشكل عام طبعاً المشورة الوراثية تعتبر خدمة من الخدمات التي تقدم في جميع دول العالم حقيقة هي في مجال الخدمة الصحية والمشورة الوراثية تتلخص في تعريف الشخص المصاب أو الحامل أي أن كان سواء بالمرض الذي يحمله هو أو إذا كان أحد من عائلتي القريبة عنده مرض وراثي معين يبي يعرف عنه أكثر ويبي يعرف عن احتمالات إن يصاب بأوي توارثه فالمشورة الوراثية تقدم لهذه الخدمة ما أعلاها من جودة وما أعلاها من خدمة وما أجلها لو أن كلنا استفدنا منها ببضل أخوي الكريم ثقافة البحث عن المشورة هذا ما نسعى إلى إن شاء الله يعني رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بإذن الله بارك الله فيك طيب تكلمت مشكور عن إنه المشورة الوراثية تحديد مراضة شائعة وراثة الأمراض الشائعة في المجتمع بارك الله فيك وقد تكون أمراض متنحية وقد تكون أمراض سائدة قبل أن ندخل في موضوع الأهمية المشورة الوراثية ما قبل الزواج على أساس أننا نريد وضح المشكلة دكتور مسلم لكل اللي يسمعنا ما هي هذه الأمراض الوراثية الشائعة سواء كانت سائدة أو متنحية في مجتمعنا اللي هو يعني نعكاس للمجتمع الخليجي الإقليمي العالمي العالم الحين قرية واحدة فما هي المراضة الشائعة سواء كانت سائدة أو متنحية وماذا نعكاسها على صحة الإنسان على أساس وكيفية وصولها للإنسان عارف يعني نوع الوراثة فيها على أساس بإذن الله بعد ذلك ندخل في عملية المشورة فهمتني؟ نعم نعم هو يعني طبعا المرتبة الأولى هي الأمراض المتنحية بارك الله أهمية الأمراض المتنحية تأتي من ناحية من ناحية نسبتها بين مجمع الأمراض الوراثية ومن ناحية أن حامل الجين لا تظهر عليه الأعراض وليس لها علاقة بالقرابة بمعنى لكن لو قلنا نفس الأسرة نفس المجتمع نفس المدينة ممكن يكون أشخاص حاملين وما يدروا أنهم حاملين وما عندهم أي أعراض مجمع الأمراض المتنحية أو نسبة الأمراض المتنحية من مجمع الأمراض الوراثية تقريبا 52% وهذه النسبة عالية إحنا لو قدرنا نوصل لهذه الأمراض المتنحية وقدرنا نقدم المشهور الوراثية للمقبلين عن الزواج أو حتى أفراد العائلة اللي فيها هذا المرض وغير مقبلين عن الزواج في المرحلة الحالية ممكن في المستقبل فتخيل النسبة ليساعدنا في الحد من ظهور هذه الأمراض دكتور عندنا احتمالية أو نسبة لطفل مصاب بأحد العيوب الخلقية أين كانت سواء جينية كروموسومية أو مالتفاكتورية تقريبا تصل من 5 إلى 7% بينما في النسبة الدولية 4% يعني نسبة عالية طبعا هذه تشمل جميع الأمراض الوراثية التي تكلمنا عنها طيب ما يطبق خلينا ندخل في الأمراض المتنحية أخي الكريم أنت ذكرت لي قلت جزاك الله خير أنه نسبة الأمراض المتنحية 52% سبحان الله يكون مصاب أي شخص حامل لهذه الأمراض بدون ما تظهر عليه أعراض لكن ما تتظهر سبحان الله إذا تم التزاوج مع شخص يحمل هذه الأمراض المتنحية والويلاه أنه يظهر في الولي بنسب معينة نعم خلينا نتكلم عنها أخي الكريم ونعكاسها كذلك على الأسرة بعد ذلك صحيح هي طبعا أكثرها شيوع عن مرض الدم الوراثية نحن قلنا لمرض لانيميا المنجلية وقلنا لمرض ثلاثيمية ونقص الخميرة لانيميا المنجلية طبعا يعني آخر آخر الحصائيات 10% من العمانين يحملوا منجين من قناة مرض لانيميا المنجلية تخير أي 3 و 4 من 10 إلى 4 و 5 من 10 ثلاثيمية وتقريبا توتل 28% بالنسبة لنقص الخميرة 10% نقص الخميرة والثلاثيمية مستشفيات مرقعية موجودة يعني مفتوحة لكل حقيقة في عيادة متخصصة للقيام بهذا الفحص إذن نرجع نتكلم عن الأمراض المتنحية أول شي قلت لي أنه أمراض الدم الوراثية أخي الكريم الأمراض الأخرى أمراض الأخرى طبعا يأتي عن رأسها لأمراض عمليات الأيض أو الخلل في عمليات الأيض أو المتبلغ معظم المتبلغ هذه أو عمليات الأيض الخلل فيها معظمها تكون رسيسف أو متنحية وبالتالي يعني في عوائل كثيرة عندهم هذا الشيء حاليا ما يحصل زي تقميع البيانات يعني مثلا إذا شخص مصاب وتم تشخيصه جينيا تم تحديد الطفل الجينية هنا نحن نستفيد كثير العائلة كلها تم فحصها بارك الله ثم البحث عادة عادة يعني في مجتمعاتنا هنا في المدينة أو في القرية يكون المجتمع ممكن يكون نسبة احتمال أن يكون حامل لهذا الجين كبير أكثر من مجتمع آخر بعيد عني جغرافية بالسبب التزاوج بالضبط وهذا متطلب سبب التزاوج وقلت سبحان الله المشورة الوراثية قبل الزواج وخي الكريم ونعكاسها بعد ذلك فتخيل سبحان الله لو كانت المعلومات موجودة لكن التطبيق التطبيق ما زال مستمر المشورة الوراثية لا تتلخص فقط في إقراء الفحص بمعنى ممكن الشخص المقبل على الزواج وعنده تاريخ عائلي ربما سماعي حتى ما شاف سماعي أنه فيه مشكلة الوراثية معينة معيوب خلقية مثلا أو حتى عند الخطيبة أنا أتكلم على فكرة على الجنسين بأثنين بأثنين هنا يلقى لمعطي الخدمة المرشولة الوراثية كي يستفسر منه عن طبيعة هذا المرض الأعراض المصاحبة احتمالية أن يصاب به سواء الآن أو في المستقبل يعني بعض الأمراض عندنا بعض الأمراض عندنا مثلا تظهر الأعراض لم يكن عمره 35 فما فوق يعني اللي هي مثلا على سبيل مثال مرض الهونتينغتونز وفي بعضها تظهر بعد ستة شهور من ولادتها صحيح أخي الكريم نرجع مرة ثانية وقلت لي أن الأمراض المتنحية أمراض الدم الوراثية عيوب عمليات الأيد وما هي بعد كثير يعني قد يكون حتى متعلقة بالجهاز الهضمي أو بنقص الأنزيمات اللازمة وجميع هذه الأمراض المتنحية قد تظهر في سبحان الله في مجتمعنا يعني قد يكون حاملا لها ومتواجد معنا فإذا تم الزواج بين حامل وحامل آخر تظهر الأعراض عليهم على طول لا نسبة الإصابة إيه للطفل مصاب 25% أو ما احنا قلنا اللي هي واحد من كل أربعة هنا الشيء اللي نحاول ننحد منها بارك الله فيك إذن الأمراض المتنحية جميعها بنسبة 52% من مجموعة الأمراض لا تظهر بارك الله فيك لا تظهر على الشخص الحامل ليست هناك أي أعراض نعم نرجع مرة ثانية ونتكلم على 48% من الأمراض اللي هي الأمراض السائدة البقية لا يعني هي فيها سائدة وفيها خلال كرموسومي فيها مالتي فاكتوري أو متعددة الأسباب كثيرة فيها بس هذه نحن ليس نركز على المتنحية لسببين أولا نحن عندنا مشكلة المتنحية لا تلتزم أن يكون الشخص يعني أو الخاطب والخطيبة أقارب منكم من أي مكان وبالصدفة سبحان الله يجتمع وتظهر المشكلة ناخذ الفاصل إن شاء الله أخواني وأخواتي ناخذ الفاصل نعود لكم إن شاء الله أخواني وأخواتي إن شاء الله نعود وموضوعنا المشورة الوراثية ما قبل الزواج طبعا يمكنكم التواصل معنا عن طريق أرقام البرنامج 24640233 أو 24640234 وحياكم الله معنا أخويا دكتور مسلم المشورة قبل الزواج تعتبر سبحان الله خلينا نقول المقياس المحافظة على صحة الأسرة وبالتالي نعكاسها على صحة المجتمع لو إن كل واحد فينا قال شوي كذا فكر بينه وبين نفسه وقال أنا أوكي مستعد بإذن الله للزواج مفصل ملابس الجميلة مأثث البيت الجميل لكني كذلك أريد أطمن أخلوي أنا من مراضة لا قدر الله يعني قد تؤثر على الإنتاج هذه الأسرة على المواريد في هذه الأسرة وكذلك أطمن أن القرين قريني أو زوجي أو زوجتي إن شاء الله يكون كذلك خالي من هذه الأمراض أخويا الكريم أبي أرجع مرة ثانية يعني ذكرت مشكور أنه نسبة الثلاثيمية نسبة الإصابة بالأنيمية الفول الأنيمية المنجلية والمراضات الأخرى طبعا المؤشرات عالية صحيح معناته أنه لابد أن نحن شوية نوقف على هذه الأمراض صحيح دكتور مسلم نتكلم شوية ولو نبدأ بسيطة عن الثلاثيمية ماذا يبصد به؟ سلسل كذلك الجي سكس بي دي كذلك دكتور طيب هي يطلق عليها جميع أمراض الدم الوراثية أي الأمراض الوراثية التي تسبب خلالا في وظيفة وعمل الدم الأنيمية المنجلية تسبب خلال في تركيبة يعني الخري الحمراء أو الهموغل بما يؤدي إلى وجود ما يسمى بالخلايا المنجلية اللزقة التي لا تساعد في مرور الدم يعني توصيل المهام المطلوبة عن طريق الدم وبالتالي يصاب الإنسان بتكسر حات في الدم ونوبات ألم شديدة ومتلازمات مصاحبة مرض الثلاثيمية احنا قلنا أن أنيمية المنجلية بالنسبة للتركيب مرض الثلاثيمية بالنسبة لكمية كمية السلاسل المنتجة في عندي نوعين في عندي البيتا وعندي الألفة طبعا الألفة يعني يعتبر عالم آخر في غالب اللحيان في عمان يعني الألفة الثلاثيمية ما شكلت مشكلة كبيرة يعني حقيقة وفي بحوث قاعدة تشتغل في هذا الموضوع كي يبحثوا عن التوازن أو التوازي بين الألفة الثلاثيمية مع خلل فيها مقلبنات أخرى لكن بغالب اللحيان تقريبا 45% من العمانين يحملون جين الألفة الثلاثيمية بكافة نحن عندنا أربع جينات طبعا الطفرات تحصل في واحد أو في اثنين أو في ثلاثة وبالتالي التركيز أكثر على البيتا ثلاثيمية يحصلهم تكسر حاج في الدم 45% من العمانين ألفة ثلاثيمية ولكن لا تظهر الأعراض لنفس شدة الأعراض البيتا ثلاثيمية لا 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 تظهر الأعراض لأنه قد يكون نقص في واحد في جين واحد أو في جينين أو قد يكون في ما يسمى في سيس و ترانس يعني هنا عندي جينين هنا من الأب وجينين من الأم قد يكون جين من الأب فقط مع الأم قد يكون في الأب 45% وبالتالي غير معروفة لكن لها بحوث ومجالات أخرى لو تكلمنا عنها المهم البيتا ثلاثيمية هي التي تظهر على الأعراض الشديدة التي تؤدي إلى انخفاض حات في مستوى الدم وتكسر في مستوى الدم وخلل في الإعظام وفي الطحال وفي أعضاء أخرى ثم يأخذ نقل الدم متكرر وما يتبع ذلك من سلبيات وهكذا لا تحل إلا بزراعة النقاح المرض نقص الخميرة حقيقة في عمان نطلق عليه أن يكاد يكون مرض بسبب أن السلبيات الناجمة عن تكسر خلايا الدم نتيجة نقص مادة المتثيون التي تحمي الخلية الحمراء في عمان حقيقة ليس مثل في مكان أخرى بمعنى أن قد يحدث تكسر نتيجة عوامل الأكسد المعروفة لكن يتم السيطرة على الهسر لم توقع حالة معين أدت إلى سوء تعقيدات نأخذ المكالمة سلام عليكم وعليكم السلام والرحمة حياك الله مساء الخير مساء النور أحب أن أشكركم في البداية على الموضوع الأكثر من المهم اللي طرحتوه اليوم وإحنا صراحة بحاجة الموضوع المعلومات الثرية اللي طرح الدكتور وسلم وحب أشكره بعده على تواجد اليوم معكم بس إذا ما في كلها في عندي سؤالين إذا اتفضلي أختي الكريمة تفضلي السؤال الأول بالنسبة للنشورة الوراثية ورفعت ما قبضه ما هي الأهداف المرجوة بالضبط منها؟ هل من الممكن أنه تنهي ظهور مرض معين في عائلة معينة؟ بارك نحن نحن نهائيا؟ هذا حاجة السؤال الأول السؤال الثاني شو خدمات الصحية الموصر مقبل وزاك الصحة؟ يعني إذا أنا بغيت أنه مثلا أروح أسوي فحث ما قبل الزواج هل في ناس اختصاصيين معينين؟ هل في ناس إرشاديين معينين؟ أو استشاريين معينين؟ أو أنه طبيب عام يكفي بالغرض؟ هذين هم السؤالين؟ شكراً أختي الكريمة دقيق الله يرضى عنك ما خبرتين أول شي عن نفسك أختي الكريمة إن شاء الله وجزاك الله ألف خير على الكلام الطيب التشجيعي صراحة أنت يعني من الصوت في عمر ما شاء الله أنت في حد ذاتك لابد من أنك أنت تقومي بإجراء المشورة ما قبل الزواج ولا أنت إيش رأيك؟ أكيد من خلال المعلومات التي تقولوها والأهمية البلغة التي تقولوها هي حاجة مهمة عشان كده نحن دائما نستثفر عن مواضيع مثل هذه يعني أنت قبل أن نطرح هذا الموضوع ما قد سمعت عن المشورة وأهميتها؟ لا لا أستمعت كثير أسئلة فضالية بالت الحمد لله أنتوا كلا تشجعون على أسلامة هذه تسلمي أختي الكريمة تسلمي تسلمي بارك الله فيك جزاك الله على خير أحسنتي على المداخلة وأحسنتي على الأسئلة وبارك الله فيك وإن شاء الله بنغطي الموضوعين شكرا جزيلا أحسنتي على المداخلة الرعاية الصحية التي أصبحها لا غنى عنها حيث لها أهمية بالغة في تقنب كثير الأمراض ذات الطابع الوراثي والتي كما تعلمنا العماني انتشر بها فمن خلال كلامه العساد الوراثي تساعد معلومات ونصائح طبية متعلقة بالأمراض الغرافية كذلك احتمالات خدوثها أو تكرارها للأسر التي لها أشخاص مصابون صحيح وكما انها تعطيهم تساعدهم تعطي بعض الدعم المعنوي لهؤلاء الأشخاص يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة لهم صحيح عندي سؤالين صحيح كما نعرف أن عيارة المشهورة الغرافية موجودة فقط في محافظة مسكت فهو سؤالي هو كيفية تطبيق هذه الخدمة في أرجاء السلطنة وكيفية وصول المجتمع لها نشرها نشر ثقافة مشهورة ما قبل الزواج أختي الكريمة احنا كثيرا نطالب في هذا الموضوع طيب هذا واحد اثنين سؤال الثاني هل هناك خطة لتوفير طاقم طبي وبرنامج تدريبي معني بتوفير المشهورة الوراثية والإرشاد الوراثي في الوقت الراهم بسبب الحاجة له وأنا أضيف لسؤالك إضافة بسبب الحاجة محاجة المجتمع لهذا الموضوع عندك كذلك تداخل آخر أختي الكريمة مشكورة طيب أنا كذلك أريد أوقفك الله يرضى عنك لأن الحديحين أخوات فاضلات ما شاء الله عليك وهذا دليل الاهتمام بالفعل أختي الكريمة أنت بالبداية عرفتنا المشهورة وعرفتيها أحسن من مسلم يعني ما شاء الله عليك أختي الكريمة يعني هل أنت مثلا قريت عن هذا الموضوع مثلا وعندك اهتمام فيه كثير أيوة أنا ممرضة أنت ممرضة بارك الله فيك إن شاء الله بكون من ضمن خطة وزاة الصحة كمدربة أني أكون كالشغف للإرشاد برافي بارك الله فيك موفقة إن شاء الله أختي الكريمة بارك الله فيك وشكرا أنك أنت داخلت معنا أحسنتي مع السلامة طيب أخويا الكريم ما شاء الله اليوم خواتنا المستمعات أثرا الحلقة وشوية بناخذ وقفة وبعدين ناخذ المكلمات الأخرى الأخت الكريمة الأولى المشهورة ما قبل السواج سؤالها جميل جدا أخويا الكريم لو تبقت بالطريقة الصحيحة بالتعريف الصحيح هل ستنهي بإذن الله المراضة أو ما بنقول تنهي سؤالها كلش حلو وإيجابي أنه هل ستنهي المراضة المسبب المسبب لها أمراض وراثية سواء كانت متنحية أو حتى أو غيرها أم أن أنا ممكن أقولك ما تنهيها لكن تقلل من مدى انتشارها بلا شك طبعا يعني لما نبدأ في تفعيل الخدمة هذه إن شاء الله وتصل لكل مكان في السلطنة طبيعي رح نكون على احتكاك بالناس اللي ربما لم يلقأوا لها بارك الله وبالتالي لما يبدأ يلقأوا لها تبدأ الأسئلة والمعرفة ونا في اعتقادي إن المعرفة هي بتكون الحل المثالي للإنتاج الجيد بمعنى شوف شوف أخي الكريم أنت لو عرفت الناس وفهمتهم بالطريقة الصحيحة وفي نفس الوقت توفرت لهم الخدمة صحيح وكانت متاحة يعني للكل أتوقع بإذن الله التطبيق سيكون إن شاء الله إن شاء الله مية في المية موجود ونتائج هذا التطبيق انعكاسه على خفض المراضة خفض الفوفيات لكل نوع حقيقة نتكتورة السعي يكون في مسارين وهذا اللي قاعد يحصل حاليا المسار الأول مثل ما تفضلت هو نشر الثقافة لدى أفراد المجتمع اللي نحن نعتس فيهم كثير حقيقة بأهمية هذا الموضوع بأهميتهم اللي قو من أجل المشور الوراثية والمسار الآخر توفير الخدمة هذه توفير الخدمة ليس آلات وليس تقنيين يقوموا على الفحص وإنما كوادر تقدر تعطي الخدمة هذه وتقدمها في أرقص ورها وبالتالي نبدأ على نظام الخطو خطوة الخدمة مهمة نسعى إن شاء الله أن تصل كل مكان التوسع وبالتالي إن شاء الله رح نسعى لتحقيق الهدف هو الحد من تنامي معدلات الإصابة لأن لا يقود حال آخر يعني لمرض الوراثية لا يقود حاليا وفي لوقت حال إعلاجي شيء له أخويا بس لا الله يرضى عنك دكتور مسلم أنت يعني الحين مثل ما يقولوا الضوء اللي أحنا يعني الطب حتى يعني في التحدي الجميل والضوء الجميل اللي أحنا كنا نسعى نوصل له اللي هو العلاج النجيني أيوة بس يعني أنت فتخيل إذا أنت وما نحط يعني إحنا ناس عمليين حقيقة طبعا العلاج يجيين شغال حتى في الدون صدرهم شغال لكن ننظر لك يعني وسيلة تدخل حاليا لا أنا معاك لكن إنت لو بديت أخويا بالخطوة الأولى إنت قللت المراضة عن طريق إنك إنت نشرت ثقافة المشورة ما قبل الزواج إذا إثنين بيلتقوا لا يبدأ من الفحص الإطمئن من خلوهم من قدر الله قد تكون متنحية كامنة فرص ظهورها وإصابة الوليد بعد الزواج بها صحيح فأتوقع إحنا لو ربطنا الله يرضى عنه ثلاثنين هذا المسارين اللي أنا أتكلم عنه مسار نشر الوعي والثقافة حول الموضوع هذا ومسار ثاني توفير الخدمة فيه سؤال عن توفير الخدمة إذا تحب نجاوب أي والله يعني كنا أتمنى ما يذكر أنه توفر العيادة فقط في المحافظة لا هي مش كده هي توفر المركز المتخصص الصحة الوراثية طبعا جميع الفحوصات هذه دكتورة يعني تقرأ في المستشفى المركي حقيقة ولكن أحيانا بعض النتائج تكون مبهمة يعني غير واضحة تداخل يعني يحتاجوا للاستعانة بالمركز الوطني لأمراض الوراثية ندخل مرة ثانية وأنا أحب أطمن إن شاء الله الجهود موجودة ومشاء الله كلكم موجودين على أنه استمرارها وتوسيعها وخطوة خطوة إن شاء الله سيتم إن شاء الله بث مش بث روح المشورة الوراثية أو رشو مشورة ما قبل الزواج هذه موجودة لكن عملية التطبيقها التأكد من أن مئة في المئة من جميع المقبلين على الزواج قاموا بإجراء هذه المشورة وبعد ذلك القرار قرارهم من ناحية هل استمرار هذا الزواج مع أنه في دول سبحان الله تلزمهم بالقانون أنه عدم إكمال الزواج لو لا قدر الله تم ظهور أمراض يعني متنحية في الأثنين مع بعض نأخذ المكالمات إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم تفضل الله يحييك واختي كيف حالك خير وسلامة أهلا بك وبالغيسكم الكريم حياك الله الله يسلمك يعافيك تفضل أخي الكريم معيك أبو حمد حياك الله أخي أبو حمد تفضل رح أحسرد لك شيء بسيط من المعاناة من أمراض الدم الوراثية في العائلة عندنا حياك الله المعاناة الأساسية هي معاناة المريض ونفسه والآلام اللي قاسيها ويعانيها من أمراض الدم والتردد دائما على المستشفى أيها ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها العائلة من مصاريف وأدوية للتخفيف عن هذا المريض التكاليف التي تتحملها الحكومة للمرضى الحاملين لهذه الأمراض والوراثية وعوبات والمعاناة النفسية التي تعانيها العائلة باستمرار جراء المرض والتعب المستمر للحامل للأمراض مما يتبب في عدم الاستقرار للعائلة نفسها صحيح والله يا أخي الكريم معاك والله نعم فأمنيتي بالفعل أنها تكثف هذه الجهود لتوعية الشباب صحيح للمشورة قبل الزواج وياريت أن هذا ادعاون للجهات المعانية وزارة الصحة مع باقي الجهات صحيح في البحث عن الفئة المستهدفة تماما لعمل مشورة لهم قبل الزواج بارك الله فيكم بارك الله فيكم وبارك الله جهودكم الله يتمم والله يتمم هذه الجهود بتقليل النسب إلى مستوى مرض جدا في مجتمعنا بإذن الله بارك الله فيك أخوي الكريم ونشكر تداخلك أخوي أبو حمد وبالفعل يعني الواحد فينا الكل بالفعل يعني سبحان الله حتى ديننا الحنيف يعني بالفعل يعني 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 شجع كثير والسن النبوية طاهرة شجع كثير على موضوع المشورة قبل الزواج يعني بكل النواحي والله يعني الفحوصات وكلها سبحان الله على أساس أن الواحد يقلل من المراضة يقلل من سبحان الله لا قدر الله نعكاساتها على الأسرة من كل النواحي نفسية اقتصادية اجتماعية فأتوقع بالفعل نتمنى الكل يسمع اليوم الحلقة وبضرورة الاهتمام بالمشورة ما قبل الزواج والجهات المعنية نتمنى بالاهتمام الأكثر بالبرامة أنا بس أحب أشكر الأخو أبو حمد يعني واضح الرسالة هذه الرسالة اللي احنا نحتاجها حقيقة من أقل يعني حث الناس على الإقبال على هذا الفحص أبشر الله أخو أبو حمد إن شاء الله إننا بإذن الله ساعين في هذا المجال من أجل توفير يعني توفير الآلة وتدريب الإنسان كي يقوم بهذه المهمة بإذن الله لتغطي قميم عناطق السلطنة بإذن الله بإذن الله شكرا لكم ولكل القائمين على هذا البرنامج وعلى الجهود في هذا المجال بارك الله فيكم تسلام أخو أبو حمد وشكرا للمشاركة بارك الله الله يخلي الله يخلي يعني الكلام والله هي بالفعل وقول له حظ التون اللي تكلم عنها يعني يعني يعجناها كأطباء دكتور هذه البعالة وشفناها صحيح ويحز في قلبك سبحان الله أن يولد الطفل وعنده مراضة سبحان الله كان ممكن أن نقلل منها بإذنه تعالى طبعا طبعا أنه في حالة قمنا بإجراء فحص معين ما قبل الزواج تعرف أخوي الكريم يعني حتى فحصات الحامل لنفسها طمأنانها على خلوها من مراضة هي موضوع مهم وحيوي يعني فما بالك للوليد بعد ما يولد يعني اهتمامها هي بنفسها أثناء فترة الحمل وكيف أن نحن نشجع على عملية تخطيط لمرحلة الحمل فما بالك إذا قلنا عن التخطيط للإنجاب من ناحية الزواج أخوي الكريم نرجع مرة ثانية ونتكلم على المرشورة الوراثية قبل الزواج نحن انتهي نقولنا أن هذا الموضوع عالمي يعني مشجع كل الدول تشجع عن هذا خدمة تعتبر خدمة تبارك الله فيك وفي قوانين تسن بناء على هذه الخدمة مكتوبة وموثقة ولها يعني مثل ما نقول كورسات أو مواد تعليمية ولها يعني هي عالم فحد ذاتها لأهميتها وهي طبعا تواكب خدمة الصحة الوراثية لذلك ما رح نكون يعني إن شاء الله نحن مواكبين وما رح نتأخر في هذا الموضوع حاليا نقعدين نعد برنامج كبير بإذن الله رح يبدأ في السبتمبر القادم إعداد مرشدين وراثيين اخترنا نماذج متميزة من كل مناطق السلطنة يعني عشر من عشر مناطق بيكونوا فيها في كل مستشفى مرقع هناك إن شاء الله في نعم تأهيل هذه نسبة بسيطة لكن أنا واتقى كبداية لابد أنها تكثث إن شاء الله بنواكب هذا الشيء وماشيين فيه بخطة موضوعك القصد من حديثنا اليوم دكتورة هو تنمية مفهوم الثقافة الخاص بالمشهور الوراثي إحنا نطلب من الناس يعني أي سؤال أي استفسار حاس فيه يعني الأقرب يعني مستشفى أو أو حتى مجمع صحي هناك بعض رطباء المتخصصين اللي ممكن إذا لم يقوم بهذه المهمة فهم قادرين على التوقيه وعلى فكرة يعني أنا بقولكم أخواني واخواتي المشهورة قبل الزواج إحنا ما بمقول إنها حكر على فئة غير عن فئة آخرى الكل بالضبط أي والله يعني أخوي الكريم يعني إحنا نشوف يعني بالفعل إنه الذي لم تدركه خدمة المشهورة ما قبل الزواج في الولادات السابقة تدركه في هذه التخديد لهذه الولادة وفما بالك بفئات الشباب والمراهقين وطلبة الجامعات والمقبلين عزة وعلى الزواج وحتى المسنين الذين ينون زواج طبعا طبعا هي معلومة من حق لأن المسن هذا رح يوجهها لأنجالها لأحفادها وكذلك الشباب المقبلين عن الزواج نفسهم المعرفة المعرفة يا دكتور هي نور طيب يعني هي رفلت إيش تكلفك المشهورة ما قبل الزواج أخي الكريم يعني إذا جاك حالة يعني محد من هذه الفئات وناقشك وقال وقال لك أنا ما ريد ما منها فائدة أنا أحط نفسي مكانك وأقول لها إيش بتكلفك إيش بتكلف هذه المشهورة إنه هو يسويها بالضبط قد يكون هذه النوع ما يسمى أو أفكار مسبقة أو خوف أني مثلا تطلع نتيجة ويكون عنده سؤال هل أكمل ولا ما أكمل مثلا في حلول يعني هي ليست مقفلة في هناك حلول برغم من صعوبتها بارك الله فيك لكن في حلول ممكن ترحها وتعال معها خلينا نفتح سيناريوهات نسمع منك دكتور مسلم يعني مثلا مثلا لأنه بالفعل يمكن أنه أعزوف مش الكل لكن في أبسيطة تعزف عنه أنه أخذ هذه الخدمة بسبب يعني لا يعني مثلا تفضلت قلتي ربما خوف ربما يعتقدون أن الفحص اللي رح يقدم يعني بعد المشورة يبين نتائج خافة من أن يسبع الزواج يمنع ربما مرحلة حياتية قادمة مبنية على هذا الشيء لكن الحل يكون في الحوار يعني الحل يكون لما نبدأ نعطي المشورة المشورة دكتورة نستخدم فيها حاليا نحن نستخدم فيها وسائل تقنية حديثة لوحات إلكترونية رسومات وشروح الحوار الأسئلة المفتوحة يعني النظام الحديث في المشورة قاعدين نطبق في المركز عندنا وناس تتقبل يعني ما في خوف من الناحية هذه بس إحنا لازم نصل لهم وين وهذا ما بيتمي إلا عن طريق حملات التوعي المفروض توصل لكل حد الميديا مثل جهود المشكورة عليها جهود الكل والإعلام بالضبط يساعدنا في الوصول لهذه الناس على أساس نقدم معنى المشور لا يوجد خوف ولا يوجد سبب ومثل ما قلت دكتور لا يكلف شيء هو البحث عن المعلومة ومن ثم فتح باب الأسئلة ربما تصل لفكرة معينة بارك لفك القصد نحن نريد نحمي يعني هي مش قريبتك يكون يكون اختيار اختيار واضح يعني بشروط صحية معينة الله يرضى عنك بقاطعك هنا يا أخي دكتور مسلم وبسألك مثلا إيش لستة المراضة اللي احنا هنا في عمان مثلا أنه عند القيام بفحوصات المشورة ما قبل الزواجة والمشورة الوراثين ما هي الاستطيع حاليا هناك في بابين أو قلنا نقول طريقين طريق الفحوصات قبل الزواجة الخاصة بأمراضة دم الوراثية الثلاثة التي ذكرناها هناك طريق آخر حينما يتم اكتشاف حالة معينة وحالة تنتمي للوراثة المتنحية أو حتى بعض النواع للوراثة السائدة في طفل في عائلة أو في فرد في عائلة احنا نسعى للوصول لهذه العائلة من أجل تقديم طبعا على حسب الإمكانيات أرجع وحدد في الوقت الحالي احنا قاعدين ننمو يعني إمكانياتنا قاعدة تنمو الحين وتتطور الحمد لله لكن في الوقت الحالي كل مرحلة على حسب الإمكانيات نستدعي بقية العائلة ونحاول نعمل فحوصات لبقية العائلة مع أن كان تعاملنا مباشرة مع حالة معينة مرضية عندها الصبات المرضية من هذه العائلة فمعناته هذا يعني شي جميل أخي الكريم لما نجي معهم كلهم كاملة وتقوم بفحص سبحان الله بناء على اكتشاف حالة سبحان الله أهم عمود أهم نقطة في المشهور الوراثية ما يسمى بالشيجرة العائلة أو جناتك بيديقري مهمة جدا هذه تعطينا انطباع عن نوعية التوارث من الجيل الثالثة والرابع على حسب الحاجة وهذه ما أحلاها من طريقة أخي الكريم طبعا وتوضح تقيس لا تقولها في حالة مثلا إتمام الزواج مثلا هذه النسبة من الأطفال ومصدرها كذا وليس تعيب يعني أحيانا بعض الناس تحسين أنه عند ربما حملت أولاته ذنب يعني هم يحسوا بالذنب هذا غير صحيح بعد سبحان الله بس هذا غير صحيح لأنك أنت لا تملكش ربما جاي من أجيال سابقة وحدثت لعدة أسباب فبالتالي المشهورة ما قبل المشهور الوراثية ما قبل الزواج بالفعل يعني بتوضح الصور أخوي الكريم الله أكبر صحيح أنسين أخواني وأخواتي طبعا مشاركتكم تثري البرنامج أرقام البرنامج اثنين ستة وانسقين اثنين أربعة ستة أربعة صفر اثنين ثلاثة ثلاثة واثنين أربعة ستة أربعة صفر اثنين ثلاثة أربعة حياكم الله معنا اليوم ما نريد تكون الحلقة حصر على الدكتور مسلم صحيح وإنما نريد كل شارك أنسين نرجع مرة ثانية أخوي الكريم ذكرنا فوائد المشورة ما قبل الزواج والكل يطالب بعملية توسع في خدمة المشورة ما قبل الزواج هنا معنا في السلطة نظرا لأهميتها نعكاسها علينا على مجتمعنا العماني يعني من كل نواحد تمام ما شاء الله الأخوات الفاضلات غير المكالمات اللي احنا الحين يعني حاطينهم شوية تأجيل على أساس نوضح الموضوع تذكر أنه كتول كوسيلة بإذن الله عن طريقها ممكن أن نخفض مراضة قد تنخفض بسبب بسبب يعني ممارسات معينة صحيحة ما قبل الزواج نرجع موضوعنا المشورة المراثية ما قبل الزواج قبل شوية دكتور أنت تفضلت وقلت يعني التوسع فيها يعني أمراض الدم المراثية ثم أمراض أخرى هذا منطقي هذا المفوض يحصل مجالة للصحة الوراثية في العالم دكتور السفرش جديد يعني لا يوجد لا يوجد حد متأخر على الثاني حقيقة لأنه بدأ مؤخرا والناس الدول الثانية بدت من حيث انتهى لآخرون فتلقى جميع الدول على المستوى العالمي غلوبالي كذا بعدين نفس الشيء فبدأنا بأمراض الدم المراثية لأهم لشيوعها والإمكان التعامل معها المباشر والحد منها وآتت بعض النتائج يعني نقدر نقول مرضية ونتمنى طموحين للمزيد هي جهود سبحان الله مشتركا متكاملة ناخذ المكان من شاء الله سلام عليكم وعليك السلام بشورة كيف الحال حياك الله أختي الكريمة حياك الله الله حياك عندي سؤال لنسمحتي تفضلي هل هناك خطورة من الارتضاء بفتاة مصابة بالأنينية المنجلية تمام سؤال جميل أيوة السؤال الثاني ما هي الأمراض التي تشكل آئق بالتالي يمنع الارتضاء بالزواج أيوة الأمراض الوراثية اللي تمنع الزواج تمام أختي الكريمة السؤال جميل بارك الله فيك بعد أختي الكريمة حياك الله عندك استفسارات أخرى مشكورة بارك الله فيك وشكرا للمشارك الله يخليك شكرا أنزين سؤال الأخت الكريمة جميل إنه هل هناك خطورة فحالة مثلا ظهور وأنا عندي تحفظ على كلمة خطورة يعني هي ليست خطورة يعني أنيمة منجلية فتاة عندها مثلا أنيمة منجلية صحيح تقدم لها خاطب فحصل معها عند مثلا حامل أنيمة منجلية صحيح هنا المشورة يجدونها المشورة ليست توقيه سواء أنيمة منجلية أو أي مرض آخر هي ليست توقيه هي فتح كتاب يعني فتح كتاب أمام الفرد المعني وهذه هي الحقيقة صحيح طيب أحيانا يعني يتم عدم استيعاب بعض النقاط وبالتالي مطلوب من اللي يقدم المشور أن يشرح أكثر صحيح بينما القرار لهم فأنا تحفظ على كلمة خطورة وليست خطورة طيب النقطة الأخرى ما هي الأمراض التي تعتبر مثلا أو تشكل عائق في مجال هذا سؤال جدا صعب يعني احنا تكلمنا دكتورة في أحد اللقاءات لو ذكر عن وضوع المتلازمة داون لما قلنا الانتقال الكروموسومي من 21 إلى 21 فهالحالة جميع الأولاد رح يكونوا مصابين بمتلازمة داون يعني هذه وضعية صحيح صحيح احنا من نقول يعني منع أو يعني لا يستعدوا شيء كذي لا وإنما يعني أرجع وأقول هي القضية طبعا في وسائل أخرى في وسائل علاجية أخرى للتعامل مع هذه الحالات وليس منع الزواج لا لا يوجد حاج اسمها كذا أبدا وإنما احنا نقدم المشورة ونقدم الحلول الأكثر طبعا الحلول اللي أتكلم عنها صعبة ومرهقة ومكلفة ولكنها موجودة بالتالي احنا ليش نصل لهذه المرحلة لا احنا نبدأ مرحلة الأولى للمرحلة المشورة ما قبل الزواج والقرار دائما متروك للأفر المقدم على هذه المشورة صحيح بارك الله فيك نرجع مرة ثانية وهي المشورة الوراثية ما قبل الزواج نعم ذكرنا تعريف المشورة صحيح ذكرنا الفئات التي لابد استهدفها بارك الله ينطبق عليها صحيح يعني هي ما هي موضوع استهداف لكل ينطبق عليها هذا الموضوع صحيح والله بالفعل نعم نحن ما نقدر نقول أنه مثلا فئة الشباب المقبلين على الزواج لأنه الفئة اللي اتزوجت وجابت وما دخلت في هذه الخدمة سبحان الله قد لا يكون لديها سبحان الله علم عن وجود هذه الخدمة وجود العلم الحالي يعني وجودها بعلمها عن هذا الموضوع خليها تستفيد وتكون فئة مستهدفة أضيف نقطة يعني مثلا في عائلة معينة عندهم طفل مصاب بمرض وليكن متلازمة مرضية معين ويحتاج إلى رعاية لو أفراد العائلة هذه غير يعني ما عارفين هذا المرض إيش هو ولا هذا المرض ناتج من إيش ولا إيش ممكن يقدمو له ولا كيف نرفع جودة الحياة عند هذا المريض رعايتهم للمريض في البيت بتكون قليلة بتكون يعني غير مجدية لذلك المشهور الوراثية هنا بتلعب دور وبتنمي وعي أفراد العائلة من أجل تقديم رعاية يعني متميزة لهذا الفرد كذلك دكتور النقطة الأخرى إحنا يعني لابد أن نقوم أو إحنا نسعف هذا الشي موضوع التوعية والتثقيف ونشر الثقافة المشهور الوراثية وحتى مشهورة أو مفاهيم الصحة الوراثية هذا بنقوم بقى عن طريق الإعلام بنقوم بقى عن طريق أنا 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 أبطلع من فتح العيادة توفر الخدمة أنا أتكلم عن توعية المجتمع غير عن يعني استهداف الخدمة نفسها الفكرة التواصل نشر المعلومة باستخدام كافة الوسائل وأنا دائما يعني من أساليبي البعد عن الأساليب التقليدية الأساليب التقليدية هي محاضرة وشخص جالس ويتكلم هذه أصبحت يعني الحين في عندنا حاجة اسمها الأدلت ليرنينج في عندنا حاجة اسمها الميوتشيل ديسكوشن هذه أول نقاش المتبادل دكتور الوحي لدمجتمعنا شيء نفخربه حقيقتها صحيح أنا لمسة من خلال التعاملي مع الناس يعني يعني ما تتعب يعني ناس قاري قبل دقيق هي قارية وعدها يعني لا قاري مطلعة مبارك الله فيك وعدها حب بضبط وهذه شجعة لكن ولي التنفيذ أخي الكلام هنا لابد من نحن نتابع صحيح نحن ساعين في هذا الشيء نسعى من أجل جعل المشهور وميوجود في كل مكان بإذن الله طيب معدل يعني حتى خلينا نقول محليا أو إقليميا أو حتى عالميا التنفيذ هذه الخدمة مثلا كم نسبة المنتفعين مثلا من هذه الخدمة هذه الخدمة مثل ما قلت دكتورة توجه للأشخاص المقبلين عن الزواج رقم واحد توجه الأشخاص اللي عندهم استفسارات وعندهم حد في الأسرة مثلا مصاب بمرض راتي معين هذه الفئات وبقية أفراد المجتمع دكتورة نسبة الانتفاع منها في الوقت الحالي دكتور في الوقت الحالي عبارة عن عيادات فحص قبل الزواج الموجودة في المستشفيات المرقعية وبعض المجمعات هذه موجودة والناس تلقى إليها وقايمة وفي الحالات الصعبة طبعا يحولون يحولون إياهنا في المركز الوطن عشان قيمة وربما نلقى الفحص الديناي المرحلة القادمة التوسع في هذه الخدمة هذا ما نسعى إن شاء الله وهذه بالفعل احنا في حاجة لها نظرا بالفعل إلى أن المرامة في زيادة عداد الناس سبحان الله في زيادة ذلك استدعت يعني في المركز أنا حين قاعد منهج دراسي متكامل يستمر لمدة 18 شهر إحنا كنا نريد على أساس يكون هاي دبلوما لكن إن شاء الله راح نرفع لما هو على ذلك تلقى درجة الماستر بإذن الله من أجل تدريب مرشدين وراثيين من جميع المناطق طبعا هذا في خلال سنتين نأمل في خلال سنتين على حسب خطوطنا لوضعناها في خلال سنتين الخدمة تكون موجودة وكل مكان بارك الله فيك أخي الكريم وجهود مشكورة دكتور مسلم آخر يمكن بإذن الله خمس دقايق ست دقايق من وقتنا اليوم وموضوع المشورة ما قبل الزواج ذكرنا عن الفئات ودخلنا فيها أهمية المشورة ما قبل الزواج ما هي المراضة سواء كانت متنحية أو سائدة التي مثلا العكاسات الإيجابية إن شاء الله على الأسرة وعلى المجتمع في حالة تطبيق خدمة المشورة ما قبل الزواج وأن الوقت لم يعني ينتهي أو أنه ما متأخر أنه الكل بالفعل يحاول أنه هو ينتفع من هذا من يقوم بهذه المشورة يعني الطاقم الطبي لكن هناك مواصفات معينة من أجل أن يكون عندك قدرة على الإقناع امتصاص مثلا شعور الشخص عند أخباره أنه عنده هذه الحالة أوكي في العشر سنوات الأخيرة حصلت نقلة كبيرة في مجال الصحة الوراثية نقلة كبيرة علمية تقنية تأهيل تدريب زمان دكتورة طبعاً ذكر لما كنا ندرس في الجامعة في الكلية ناخد هذه المحاضرات حولها كيف ممكن تقدم المعلومة للمريض هذه في حد ذاته تعتبر إرشاد أو مشهورة واستمرنا على ذا الحال نحن في طب الأطفال بالذات يعني دائماً نكون يعني داخلين في هذا المجال هو المشهورة مع الناس الشرح المرض نفسه لكن الحين لا الحين صبح تخصص منفرد في حد ذاته يسمونه الجينتيك كونسلور أو المرشد الوراثي يوصل لدرجة الماستر ويوصل لدرجة تعالى من كده تخصص جديد في العالم أقدر أقول في العشر سنوات الخيرة بدأ يظهر حقيقة نحن مواكبين لهذا الشيء في الوقت الحالي دكتورة ما يقدم المشهورة هو طبيب الأطفال اللي تم تدريبه محلياً في مجال الأمراض الدم الوراثية هذا اللي يحصل الوقت الحالي ما نطمح له ونسعى له أن يكون عندي مرشد وراثي بتدريب محلي بالتعاون مع جهات يعني تساعدنا وتشرف على هذا المنهج هذا اللي نسعى له خلال سنتين بس حالياً من يقدم المشهورة هو طبيب الأمراض أو طبيب الأمراض الدم الوراثية اللي أساساً طبيب أطفال تم تدريبه محلياً فبالتالي وجود المرشد بالفعل يعني مساعد جداً في انتشار هذه الخلال ليس فقط مشهورة قبل الزواج مثل ما قلتك تورة وإن مشهورة المراض الدم الوراثية يعني تخيل ولاد الطفل مصاب بتعقيدات مرضية خارجية في الأسرة الناس يعني يعني مجرد أنك تتواصل معاها صدمة الخبر والتعايش والمراحل التي تفضلتها دكتورة هذه المراحل إذا تم التعامل معها من قبل المرشد الراثي متمكن وراح تكون أهوى على الناس أحنا هدفنا في النهاية خدمة الناس يعني نسعى ويتمنى ويجينا لانتقادات وأحنا نحاول نخدم الحمد لله فضل الله نحن نسعى نحن نسعى نحن نسعى نحن 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 نرجع مرة ثانية واليوم أبرازنا موضوع المشورة ما قبل الزواج وكيف أنه هي بالفعل خدمة ضرورية بالفعل تهدف بإذن الله إلى رفع مستوى الوعي رفع مستوى الوعي من ناحية أهميتها من ناحية أنه إظهار أنه هناك في مراضة بإذن الله قد يتم تخفيف معدل انتشارها لو تم القيام بهذه الخدمة ذكرنا أنه ما فيه انعكاسات سلبية لمثلا توفر هذه الخدمة هو انعكاسات ليست سلبية كلمة سلبية هذه نشيلها من القاموس إن شاء الله هي صعوبات نقدر نقول يعني فيه صعوبات تواجه أي عمل طبعا طبيعي صعوبات من ناحية الإمكانيات صعوبات من ناحية الكوادر صعوبات من ناحية عملية التذقيف والتوعية يعني نحن نعول كثير على موضوع التذقيف والتوعية لأنه بيساعدنا كثير في هذا المجال هذا وطبعا نشكركم في الإعلام مقايم بدور جبار حقيقة معنا وهذا الشي تشكروا عليه هذه مرحلة المراحلة المتتالية إن شاء الله اللي هي في النهاية رح تصب إيجهابية من أجل إنقاح البرنامج ما أقول رفض الناس وإنما أتخوفهم يعني أنا مقدم جاينك على أساس أفحص أو أستشير عن شي ربما ينعكس ذلك علي اتخاذ قرار معين أو يقبرني على اتخاذ قرار معين يمنع مرحلة حياتي معينة هذا الخوف والقلق نحن نقول ما لداعي لأن الموضوع ليس يعني نحن لا نهدف إلى المنع هذا الشي وإنما نهدف إن تكون صورة واضحة عندك أنتك صح قرار يعني الخاطب والخطيبة بالتالي قرارك رح يكون مبني على قناعة وعلى وعي وعلى فهم وإدراك عام هذا ما نسأل إن شاء الله جهود جميلة دكتور رامس سلم صراحة في ملاجه للمشهور الورثي قبل الزواج تمنى بإذن الله عز وجل الكل سمع حلقات اليوم الكل بالفعل استفاد من أهمية هذه الخدمة وأن أنه ليس هناك فئة محددة مستهدفة الكل ينطوي تحت الفئة المستهدفة إنعكاسها إيجابي على الأسرة على المجتمع من كل النواحي طبعا لو إحنا فكرنا أن هناك سيكون شخص يعاني من مراضة قد بإذن الله قد يكون هناك وسيلة مثلا من تخفيف ظهورها أو الإصابة بها في حالة تنفيذ أو أخذ هذه الخدمة المشهورة ما قبل الزواج ذكرنا أن هناك ليس هناك أي أثار سلبية على الشخص المنتفع من هذه الخدمة بل على العكس المشهورة أحيانا ينتج منها ما يسمى العلاقة المطيدة ما بينهم أو التقارب المتكامل للمشكلة المرضية قد يكون هناك في حاجة التواصل مع جهات حكومية أخرى أو جهات تطوعية أخرى هذا التواصل سيكون ناتج أو منبعة من حوارات المشهورة الوراثية تنسيق الجهود قد يكون لا يعرف أين يروح مثلا أروح جمعية أو أروح التدخل أو أروح متلازمة هنا يتم التوقيه في المشهور يتم التوقيه والتسهيل مع الممارسة رح تخلق خطوط التواصل مباشرة مع جهات حكومية معينة ومع جمعيات التي هي التطوعية أخرى وبالتالي بتسهل موضوع اللي هي عليه هذا إن شاء الله يكون ناتج مباشرة دكتور مسلم بن سعيد العريمي بارك الله فيك على هذا الكلام الجميل شكرا دكتورة وأشكر استضافتكم لنا وموضوع جدا حييك عليه تسلم تسلم بارك الله فيك جهودك معروفة شكرا جزيلا أخواني وخواتي تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسرة والمجتمع الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم الدكتورة فن العريمية الأسرة والمجتمع الأسرة والمجتمع الأسرة لبنة المجتمع